اشتركوا في القناة المدينة هو والكلب بتاعه بس وبعد 15 سنة من الفيلم ده يظهر ان حد عجبته الفكرة وحب يقلدها كتير مننا اكيد سمع الايام اللي فاتت عن شاب اسباني اسمه غفير على موقع الفيديوهات تيك توب وعلى حساب اسمه الناجل وحيد الشاب ده ظهر على موقع الفيديوهات تيك توب وقال دخل في غيبوبة وصحي لقى نفسه في سنة 2027 وانه بقى الناجل وحيد بعد ما مات كل الناس اللي كانت موجودة على الكوكب وبدأ ينشر الشاب فيديوهات لاماكن شهيرة في اسبانيا وهي فضية من الناس تماما وده اللي اصار موجة كبيرة من الاستغراب بالمستخدم برنامج تيك توب الفيديو الاول ان النشره غافير على تيك توب ظهر فيه في واحد من شوارع مدينة فينيسيا الاسبانية والشوارع دي فضية تماما من البشر وتقريبا من اي كائنات حية وعلق على الفيديو وقال النهاردة 13 فبراير 2017 وانا الوحج في مدينة فيلناسيا الاسبانية مفيش حد في الشوارع مفيش حد في المراكز التجارية مفيش حد على الشواطئ مفيش حد في الاوارب وكتب في وصف حسابه اسفل اسمه اسمي غافير وانا الوحج في العالم الناجي الوحيد الشاب الاسباني صور عشرات الفيديوهات خلال تجوله في الشوارع وهو بيدور على اي بشر وظهر الشاب في الفيديوهات وبيصور في المولات والمحلات والقصور والاماكن العامة وغيرها بل وصل الامر الى دخوله في تحديات مع المتابعين ليقناعهم بما يدعي فيطلبون منه ان يدخل محل مثلا باسم معين او مدجر او قصر وبالفعل يدخل التحدي ويصور لهم الفيديوهات من المكان المطلوب وفي الفيديوهات ظهر الشاب الاسباني اللي ادعى انه يعيش في عام 2027 في بعض المولن منها فالناسيا ومدرين وهو بيدور عن اي بشر وبالرغم من ان ما فيش اي اثبات على الكلام اللي بيقوله الا ان برضو كتير من صناع المحتوى اكدوا ان الفيديوهات دي مش معدلة او مستخدم فيها برنامج فوتوشوب او غيره من برامج تعديل السور والفيديوهات وبسبب حالة الجدل الكبيرة دي وصف عدد كبير من مستخدم برنامج تيك توك الشاب الاسباني بانه ساحر وقالوا ان بيستخدم السحر الاسود اكتر انواع السحر شر بس فيه فئة ثالثة بتقول ان كل دي عبارة عن فيديوهات بيتم تصورها وبيعدلها بشكل احترافي جدا على برامج التعديل لكن لحد دلوقتي ما فيش اي دليل على الروايات دي تفتكر اي واحدة من الثلاثة دول اقرب للحقيقة شاركنا برأيك في التعليقات شكرا